اهلا بكم انت حكاية كبيرة كنت مسافرا الى الخرطوم على الطائرة السودانية منذ حوالي عشر سنوات فاضيء الضوء الاحمر وربطنا الاحزمة وتحركت الطائرة ببطء الى ممر الاقلاع ثم توقفت وارتفع ازيز محركاتها تمهيدا لاندفاعها السريع الذي يحقق لها عملية الارتفاع والطيران وحبست انفاسي كالعادة انتظارا لهذه اللحظة الحاسمة التي ينخلع فيها قلبي مع اللحظة التي تفارق فيها عجلات الطائرة الارض والتي لم استطع رغم اعتياد السفر ان اتخلص من رهبتها ابدا واستعين عليها دائما بالتمتمة ببعض ايات القرآن الكريم واحب بها الي في هذه اللحظة الاية الكريمة التي تقول فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين من سورة يوسف وآية الكرسي التي اعيد ترديد اخرها ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم عدة مرات وغيرهما وكنت في تلك اللحظة اتمتم بما اقرأ حين فوجئت بصوت الطيار يتحدث الى الركاب على غير العادة ويبدأ حديثه بالآية الكريمة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين من سورة الزخرف فتوقفت عند تمتمتي مذهولا وتعجبت من نفسي كيف لم تغطر بذهني هذه الآية الكريمة من قبل في مثل هذه المناسبة على كثرة ما سافرت بل وكيف لم اتوقف خلال سفري مرة لاتأمل هذه الحقيقة وهي ان الله جل شأنه قد سخر لنا بين قوسين هذا وما كنا له بين قوسين مقرنين اي مطيقين وقادرين على ضبطه والتحكم فيه واستغرقت في تأملاتي وهدأت نفسي واصبحت هذه الآية الكريمة منذ ذلك اليوم من مختارات مفضلة عند اقلاع الطائرة او ركوب السيارة او الابحار في سفينة وستكون كذلك بكل تأكيد اذا اتيح لي ذات يوم ان اركب صاروخا او محطة فضاء الى القمر وتفكرت طوال الرحلة في معناها وتساءلت وبأي شيء سخر لنا الله بين قوسين هذا وماذا كانت الوسيلة واجبت نفسي بانها عقل الانسان الذي وهبه الله له وارادته التي اشعل جذوتها في روحه وازداد اقتناعي بما اؤمن به دائما من ان الانسان هو ارقى الكائنات الحية واكرمها على ربه وخليفته في ارضه الذي سخر له كل ما فيها وما في السماوات ايضا وينبغي ان يكون دائما كريما عند نفسه وعند الاخرين فانت مهما كان شأنك تستحق كل الاحترام لمجرد انك انسان ولانك انسان بنفخة من روح الله فيك الم يقل الله لملائكته حين اراد خلق ادم عليه السلام فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدين انك من سلالة هذا الجد العظيم الذي سجدت له الملائكة واستخلفه ربه ونفخ فيه من روحه جذوة مقدسة لا تنطفئ الا عند الرحيل بل وهبه ايضا مواهب وقدرات وطاقات عقلية ونفسية ما لو عرف كيف يستخدمها افضل استخدام لحقق لنفسه ما اراد ولا اضاف الى الحياة كل يوم جديدا ولا جعل من كوكب الارض بين قوسين فتنة للانظار على حد تعبير الكاتب الروسي انطون شيكوف فالانسان يستطيع حقا ان يفعل الكثير اذا لم يستسلم للاحساس بالعجز وتفاهة الشأن وابسط ما يستطيعه اذا خلت يداه من اي موهبة او امكانيات هو ان يكون انسانا كما اراد الله له ان يكون فيتعامل مع الحياة والاخرين بشرف ويؤدي عمله بامانه ويلتزم بالفضائل وينثر الخير حوله ولو بالكلمة الطيبة ويعاد الشر والقبح وينشر الحق والجمال واي انجاز اعظم من تجميل الحياة بوجود الخيرين فيها ومن تذكير الاخرين بتصرفاتك الامينة ان الانسان الشريف لا يكون تافها ابدا مهما كانت ضآلة شأنه لقد كان احد الفلاسفة يقول كن كاملا في عالم فاسد تكتمل الحياة من حولنا بالتدريج وتتجه ببطء نحو مثلها الاعلى وانت تستطيع بلا شك ان تدفعها في هذا الاتجاه بمجرد ان تكون انسان لا يسلم قياده لغرائزه وشهواته وانانيته ونوازع الشر واغراءاته اما اذا اردت ان تضيف المزيد الى الحياة فلا حد ولا نهاية لما يستطيع عقل الانسان وارادته ان يفعلاه لقد كان الكاتب الامريكي امرسون انه ليس هناك عظماء واشخاص عاديون وانما هناك اشخاص يلهبون الجذوة المقدسة التي نفخها الله في ارواحهم فترتفع بهم الى ما يريدون واخرون يتركونها تذوى وتذبل ويستسلمون لفشل الروح والعجز والكسل ويقولون دائما وماذا نستطيع ان نفعل وحدنا ولسنا سوى افراد عاديين والعقلاء لا يطالبوننا بالمستحيل الذي لا تسمح به قدراتنا وانما يطالبوننا فقط بان لا نبادر بالاقرار بعجزنا عما نريد قبل ان نحاول بكل جدية واخلاص وصلابة ان نحققه فاذا عجزنا عنه بعد ذلك فقد نلنا شرف المحاولة وراضينا عن اننا لم نقصر في حق انفسنا ولا في حق الحياة وكسبنا خلال محاولاتنا المضنية دروسا اضافت لخبراتنا الجديدة والثمين فاخطر ما يشل روح الانسان وارادته هو الاقرار بالعجز قبل بدء المسيرة ولو اقر به كثيرون قبل البداية لما اصبحوا عظماء ولما حفروا اسماءهم في سجل التاريخ ولما اضافوا ما اضافوه الى الحياة لقد عاد طفل صغير في السادسة من عمره الى امه ذات يوم يحمل خطابا من المدرسة تنصح فيه الام بابقائه في البيت بلا تعليم لغبائه وقرأت الام المثقلة بالابناء واعباء الاسرة الرسالة فلم تبك ولم تنتحب وانما هزت رأسها وقالت باصرار ابني ليس غبيا بل هم الاغبياء وسوف اعلمه بنفسي في البيت وعلمته بالفعل وبصبر واصرار فاهدت للبشرية توماس ايدسون بكل ما اضافه للحياة من مخترعات سهلتها على البشرية وزادت من استمتاعهم بها ترى اذا ماذا كان يمكن ان تكون عليه الحياة الان لو استسلمت هذه الام البسيطة امام مشكلة ابنها واقرت بعجزها عن مساعدته بل ماذا كان يمكن ان تكون عليه الحياة الان لو استسلمت مادام كوري لعجزها وقلة حيلتها بعد وفاة زوجها وقالت لنفسها ما انا الا ارملة كسيرة الجناح ساعجز عن ان اتم ما بدأه زوجي ولم تواصل عملها ولم نعرف الراديوم وما ترتب عليه فيما بعد من انجازات علمية وطبية عديدة لقد كان نابليون بونابارت يقول ساخرا من حجج متقاعسين ما هي هذه الظروف التي يمكن ان تعترض طريق انسان له ارادة انني انا الذي اصنع الظروف التي تمهد لما اريد وليست الظروف هي التي تصنعني وبهذه الارادة الحديدية اصبح سيد اوروبا كلها في بعض الاوقات وليس كل انسان مطالبا بان يصبح سيد قارته لكنه مطالب فقط بان يكون كالشعر الالماني جوتا حين وصف نفسه قائلا انا كنجوم السماء لا تمضي في عجلة لكنها تسير سيرا داؤوبا لا يعرف السكون وهذا فعلا ما ينبغي لكل انسان ان يرفض ان يكون عبءا على الحياة حتى اللحظة الاخيرة فالسكون هو الموت والعجز والفشل والحركة ولو كانت بطيئة هي الحياة والسعي الداؤوب الدائم الى سعادة الانسان وخير البشر لقد ظل الرسام الفرنسي العظيم الرنوار يرسم حتى عجز في شيخوخته عن الامساك بالفرشاه فكان يثبتها في معصم يده بشارط لاصق ويواصل الرسم بلا هوادة وهو يشكر ربه لانه لم يفقد بصره كما حدث لصديقي الرسام المبدع ايضا ديجا واصيب الفنان الاسباني العظيم جويا بمرض خطير افقده السمع والبصر والقدرة على الحركة لعدة شهور متواصلة ثم برأ من المرض ولازمه الصمم بعد ذلك للنهاية فانطلق يرسم ويبدع حتى اخر يوم في حياته وهو يشكر ربه لان افته لا تعوقه عن اداء عمله والفنان المصري العظيم احمد صبري صديق العقاد وطه حسين والحكيم واول استاذ مصري بكلية الفنون الجميلة ظل يرسم والظلام يزحف على بصره تدريجيا حتى عجز عن رؤية موقع ريشته على اللوحة فوضع ريشته ومات بعد ايام شاعرا بان مهمته في الحياة قد انتهت بعجزه عن مواصلة العمل والابداع وبيتهوفن اصيب بالصمم فلم يمنعه صممه عن مواصلة الابداع وتأليف الموسيقى التي لا يسمعها وعسف النغمات التي لا يعرف صداها والانسان الحق الذي يستحق اسم الانسان وصفته لا يمكن تحطيمه لان قدراته لا حد لها ولا انه كائن فاريد لا مثيل له بين بلايين الكائنات التي عرفتها الارض وقد خلقه ربه كما قال احد العلماء بين قوسين بدقة تثير الرهبة في النفوس لو اطلع البشر على بعض اسرارها فصدقني حين اقول لك انت حكاية كبيرة جدا لكنك لا تعرف احيانا قدر نفسك ولا تجيد في احيان اخرى استخدام قدراتك ومواهبك وخسارة الف مليون خسارة ان تتنزل عن عرشك الذي اجلسك عليه ربك بالاستسلام لخور الارادة او العجز والكسل او الفشل او اليأس او نوازع الشر التي لا تليق بمن سجدت لجده الملائكة مثلك وبمن ينبغي ان يكون دائما موضع التكريم والاحترام لانه انسان شكرا